السلام عليكم و مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير و لا خير و فصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم دوازاتي سهل و سريع و كي يأتي من أرواع ما يكون فكنتمنى البنات تجربوا الوصفة و اتنا الاعجاب ديالكم بالنسبة المكونات ناخد كاس ديال الساندة و ناخد واحد الحامضة و نحكف رقيقة من بعد كن ناخد هكا الوزاس ديال الحامض كن نحكوه مع الساندة باش كي يخرج داك الماضاق ديال الحامض مزيان او ديال سيدخون كنضيف مية جرام ديال الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ قبيصة الملحة قبيصة الملحة قبيصة الملحة و نحكوه وعليم قبيصة الملحة و نضيف ملحة الملحة نضيف نص ملقة الخميرة و 4 كسان دقيق نضيف نص ملقة الخميرة و 4 كسان دقيق نضيف نصف جينة نضيف كاس بيبي دو شوكولة نضيف كاس بيبي دو شوكولة نضيف نقلي 3 قطع نضيف معهم نضيف إضافة صحيح لازبدة لا تنسوا البنات تخبروني من اي بلد او مدينة تتابعوني سعيدة جدا متعليقاتكم ونشكركم على الوفاء ديالكم للقناة وعلى التعليق ديالكم للغزالة هنا بعد ما كملت الكيمية اللي عندي كاملة غد نغطي عليها بالفيلم أليمونتا ونضخلها المجمد نخلي العجين حتى تجمد ومن بعد ما تجمد البنات كان بدنا نخرج بالباقيت ما كان نخرجه مش مرة كان ناخد السكين يكون ماضي ونقطع العجينة على هاتشكل وكان نضعهم في اللاطة بالنسبة لفران سخنته على درجة حرارة 180 على ما نقطع الحلوة ديالي كيكون فران سخن وكان ناخد اللاطة كندخلها الفران كالطيب حتى يتحمروا ياخدوا لون ذهبي وسنخرجوهم الفرن وهدو ما اللحلي ودينا كيجوا على هاتشكل إما نسمهم فقاس أو لا أو لا ديكوكيز اللي كيجوا على هاتشكل هذا البنات جربوهم ما غديش تنمو كيجوا لداد وغديعجبوا لدادكم إن شاء الله مرة أخرى البنات اللي أعجبكم الفيديو ما تسوش خليوا لي لايك ديروا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش تواصلوا بكل جديد وما تسوش باطجو فيديو مع الأصدقاء والأحباب وإلى اللقاء